اشتركوا في القناة وكما تشاهدون في هذه الشاشة اخترت لكم ثلاث جمل متنوعة سنقوم بإعرابها إعرابا تاما بحول الله الجملة الأولى أردت أن تكون جملة فعلية والجملة الثانية جملة اسمية أما الجملة الثالثة جملة منسوخة وإن شاء الله من خلال إعرابنا لها سنقوم بمراجعة الدروس التي سبق وأن درسناها وقبل أن نبدأ بإعراب هذه الجمل إن كنتم لأول مرة تشاهدون قناة التلميذ المتميز ما عليكم إلا الاشتراك فيها والضغط على الإعجاب إذن لنبدأ بقراءة الجمل الجمل الأولى تقول يسقي الفلاحون الأرض كي ينمو الزرع أما الجملة الثانية فتتمثل في البحر مصدر الرزقي والجملة الثالثة كما تقرأون تقول صار البرد قارسا إذن دائما عندما نريد أن نبدأ بإعراب أي جملة يجب أولا أن نحدد بعض الأمور مثلا أولا يجب أن نحين نوع الجملة ثم بعد ذلك سوف نقوم بتحديد أنواع الكلمات فمثلا الجملة الأولى مادم أنها جملة فعلية سوف نجد فيها فعل فاعل مفعول به وأمور أخرى مثل الصفة أو ممكن أيضا مضاف إليه أما الجملة الثانية إذا كانت جملة اسمية يجب علينا أن نجد فيها مبتدأ وخبر أيضا ممكن أن نجد الصفة والمضاف إليه أما الجملة المنسوخة سوف نجد الناسخ ويجب أن نعرف هل هو من أخوتي كان أو من أخوتي إن ثم أكيد سوف نجد اسم الناسخ وخبر ذلك الناسخ وبدون إطالة لنبدأ بإعراب الجملة الأولى كما تشاهدون في هذه الشاشة كتبت كل كلمة في سطر ونبدأ بأول كلمة قلنا هذه الجملة جملة فعلية إذن ستبدأ بالفعل فيسقي عبارة عن فعل الآن ما نوع هذا الفعل سنجد أنه فعل مضارع لماذا؟ لأنه بكل بسطة وقع في زبط الحاضر ويبدأ بأحد حروف المضارعة هنا يبدأ باليان كما نلاحظ أيضا أن يسقي عبارة عن فعل معتل ينتهي بأحد حروف العلة التي هي اليا بالتالي إعرابه سوف يكون خاص نوعا ما نبدأ بإعرابه قلنا يسقي عبارة عن فعل مضارع فنكتب فعل مضارع الفعل مضارع دائما مرفوع إذن سنكتب فعل مضارع مرفوع الآن نأتي إلى علامة رفع هذا الفعل المضارع كعلامة أصلية لرفع الفعل المضارع سنقول أو علامة رفعه الضم لكن ما نوع هذه الضم هل هي ظاهرة أم مقدرة نعود إلى آخر حرف هذا الفعل سنجد أنها مقدرة لأن كما قلنا لكم سابقا بأن الأفعال المعتلة تكون حركتها مقدرة وفيما يخص الضم المقدرة مثلا دائما يجب على تلميذ السنة الخامسة أن يذكروا سبب منع ظهورها فنقول هنا منع من ظهورها الثقل فأحيانا نقول الثقل وأحيانا نقول التعذر هنا نقول الثقل لأن حرف العلاء عبارة عن ياء فيمكن أن ننطق الضمع فمثلا يمكن أن نقول يسقي لكن ثقيل في النطق نأتي إلى ثاني كلمة وهي الفلاحون هنا الفلاحون هم الذين قاموا بالفعل إذن سيعربوا فاعل فالفلاحون فاعل والفاعل دائما مرفوع وهنا الآن وعلامة رفعه نعود إلى نوع هذه الكلمة عندما نأتي إلى كلمة الفلاحون سنجد بأنها جمع مذكر سالم وجمع مذكر سالم يرفحوا بالواو بالتالي سنكتب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه بكل بساطة جمع مذكر سالم الآن يسقي الفلاحون ماذا؟ يسقون الأرض ونحن تعلمنا عندما نطرح السؤال ماذا نجد المفعول به وأيضا نفهم بأن الأرض هنا وقع عليه الفعل يسقي إذن الأرض سوف يعرب مفعول به ومفعول به دائما يكون منصوب نأتي إلى علامة نصب هذا المفعول به نعود إلى آخر حرف كلمة الأرض أكيد سوف نجد الفتحة إذن سنقول الأرض مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنها تظهر في آخر حرف نأتي الآن إلى كلمة أخرى وهي كي كي من أدوات النصب إذن مباشرة نعربها أداة نصب وهي أداة نصب للفعل المضارع إذن نعرب كي أداة نصب مباشرة نفهم بأنه يمكن أن يكون بعدها فعل مضارع منصوب فعلا ينمو عبارة عن فعل مضارع لأنه يبدأ بحرف المضارع علي وهو لكن هنا منصوب لأنه دخلت عليه أداة نصب فنكتب في الإعراب ينمو فعل مضارع كيف هو منصوب بكي فنكتب منصوب بكي الآن نأتي إلى علامة نصب هذا الفعل المضارع فنكتب وعلامة نصبه نعود إلى آخر حرف نجد الفتحة هنا إذن سنقول وعلامة نصبه الفتحة لكن هذه الفتحة أيضا ظاهرة على آخره وهنا يمكن أن يتساءل التلميذ لماذا الفتحة ظاهرة على آخره رغم أن ينمو عبارة عن فعل معتل فهو ينتهي بأحد حروف العلة الذي هو الواو وهنا نتذكر القاعدة قلنا سابقا بأن الفعل المضارع المنصوب يكون منصوب بالفتحة المقدرة إذا كان فعلا معتلا بالألف المقصورة فقط نأتي إلى الكلمة الآخرة كي ينمو الزرع من ينمو ينمو الزرع إذن الزرع عبارة عن فاعل فنعرب الفاعل هنا مرفوع وأكيد علامة رفعه نعود إلى آخر حرف كلمة الزرع سنجد الضمة بالتالي سوف نكتب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهذه الضمة أكيد ظاهرة على آخره ننتقل الآن إلى الجملة الثانية كما تشاهدون في هذه الشاشة بحيث سنقوم بإعرب هذه الجملة الإسمية التي تقول البحر مصدر الرزقي نبدأ بأول كلمة قلنا مادم أنها جملة إسمية إذن ستبدأ بإسم وأول إسم يبدأ به الجملة الإسمية عبارة عن مبتدأ فسمي مبتدأ لأن ابتدأت به الجملة والمبتدأ دائما يكون مرفوع فنكتب البحر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه دائما نعود إلى آخر حرف كلمة البحر فعندما نعود إلى كلمة البحر نجد هناك ظمة فنكتب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على آخره البحر مصدر هنا كلمة مصدر عبارة عن اسم نكرة والاسم النكر أتى بعد معرفة وأخبرنا عن هذا المبتدأ إذا نكر بعد معرفة دائما نعربه خبر إذا أخبرنا أكيد عن هذا المبتدأ فنقول مصدر خبر والخبر دائما مرفوع وعلامة رفعه هنا أيضا عندما نعود إلى آخر حرف هذه الكلمة سنجد الضم فنكتب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره البحر مصدر الرزقي نأتي إلى كلمة الرزقي سنجد بأنها معرفة بعدنا كراء وهي مجرورة هنا بالكسر إذن عبارة عن مضاف إليه مادم أن الرزقي مضاف إليه نعود إلى الخبر ونزيد له كلمة وهو مضاف فدائما نكتب وهو مضاف لكي نعرب المضاف إليه بعدها إذن الرزقي مضاف إليه والمضاف إليه دائما مجرور وهنا علامة جر المضاف إليه كما نشاهد في آخر حرف هذه الكلمة يوجد الكسرة بالتالي نكتب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره هذا فيما يخص الجملة الثانية نأتي الآن إلى إعراب الجملة الثالثة والأخيرة والتي تقول صار البرد قارصا إذن كما تشاهدون هنا لدينا أول شيء ناسخ وهو صار وهو من أخواتي وهي كلها تعرب فعل ماضي ناقص فصار فعل ماضي ناقص مبني على ماذا ننظر إلى آخر حرف نجد الفتحة إذن مبني على الفتحة وصار الذي هو من أخواتي كان تدخل على الجملة الإسمية فتبقي المبتدأ مرفوع يسمى اسمها فالأصل نقول البرد قارصون البرد كان مبتدأ الآن أصبح اسم صار مرفوع فمباشرة نعرب البرد على أنه اسم صار وأكيد اسم صار يكون مرفوع هنا نكتب اسم صار مرفوع ونعود إلى علامة رفع هذا الاسم الذي هو اسم صار سنجد في آخره ضم بالتالي سنكتب اسم صار مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لتبقى لدينا في الأخير كلمة قارصا قلنا في الأصل كان خبر مرفوع عندما دخلت عليه أخوة كان نصبته ويسمى خبرها فقارصا يعرب خبر صار لكنه منصوب إذلك سوف نكتب قارصا خبر صار منصوب نأتي إلى علامة نصب هذا الخبر الذي هو خبر صار سنجد في الآخر الفتحة إذن سنقول خبر صار منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وبهذا نكون قد أنهينا براجعتنا لنهر اليوم التي أتمنى أن تكون واضحة ومفيدة لكم في الأخير أذكركم بإمكانية شراء كتب التلميذ المتميز فهي متوفرة لدى المكتبات وإلى فرص أخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته